اللي جاية هي زي ما بقول دايما ان مصر عندها ديكور عالمي مصر لما حد يتصور فيها عندها خلفية مش موجودة عند اي حد معلش انا قاسف يعني الباكدروب بتاعنا او الديكور اللي بنعمله لأي حد جاي زورنا وبيشوف المكان بتاعنا مزهل مبهر ويستطيع السيطرة على وسائل الاعلام في العالم الزيارة بتاعت الامير تشالز وزوجته كاميلا باركر الى مصر اللي هي مستمرة من مبارح والنهاردة خدت عين العالم يفضل ابو الهول دا ياخد عين اي حد بص على كل الجرائد الانجليزي وغير الانجليزي صفحات اولى تشوف الصورة بتاع الامير تشالز وكاميلا اللي اتنين وهم متصورين ووراهم ابو الهول او ووراهم الاهرامات حاجة مزهلة تفضل دايما تبص كده وتعرف الهدية او الورث اللي سابهولك اجدادك انا اظن ان دا اعظم ورث جد سابه لعياله يعني محدش في التاريخ ساب ورثة عظم من دا احنا متورصين حاجة تفضل لالاف السنين اللي فاتت وتفضل لالاف السنين اللي جاية هي بتغطينا العظمة والعبقرية اي محطة اخبار اي موقع الاسماء تصنع تعلمونا كده اول سلف كلية الاعلام اول حاجة دكتور خليل صباد الاسماء تصنع الاخبار تشالز وكاميلا قدام الهرم خبر صورة انتهى انا رأيي انه اللي اتعمل اليومين اللي فاتوا دول او الـ 48 ساعة اللي فاتوا دول كان مفيد جدا لشكل البلد كان مفيد جدا للحركة السياحية كان مفيد جدا للعلاقات المصرية البريطانية كان مفيد جدا ان هو يوري شكل مصر انا احترمت جدا الفريق الملكي اللي جايلنا من بريطانيا انه ما قالش انا عايز ايه اروح الحتة تلشيك لا قالك لو سمحت ودونا اماكن اللي الناس عايشة فيها ورونا الانشطة بتاعت الشعب ورونا الناس عايشة فين فلما لا راحوا عزبة خير الله وراحوا الاماكن اللي تم تجديدها والاماكن اللي تم نقل الناس فيها وشافوا الناس العادية يعني هما طلبوا اهو انت شايف كاملة رايحة تحضر سبوع في بيت يعني عادي هادي زريف في الاسر المصرية العادية يعني مش رايحة اه تحضروا بدوها مثلا بيتحد في كومباوند ولا المتحف اللي بيلالي لا 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 خالص وراح اتحضر تقوس تقوس سبوع مصري الناس دي يا جماعة على قد ما هم رويلتي على قد ما هم ملكيين هم بيحبوا دايما ان هم يتصلوا بالشعب ان هي موجودة الستة على الارض عايزة تشوف المصريين عايزة تشوف عاداتهم عايزة تشوف اكلهم عايزة تشوف اعمالهم الحرفية عايزة تشوف اعمالهم اليدوية عايزة تشوف مشاكلهم وبصراحة هذه الزيارة بالاشياء اللي فيها اللي احنا شايفينها ديت بتخليها زيارة طبيعية انه حد جاي بيزور الشعب بيزور الاثار بيزور البيوت بتاعت الناس طبعا زيارة الازهر الشريف طبعا المقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه يعني برنامج العشاء اللي اتعمل امبارح في الهرم او ريسيبش الاتعمل في الهرم عشان يقابلوا المجتمع المصري سواء كانوا اعلاميين او رجال اعمال النهاردة كاملة حبت انها تروح احدى المستشفيات المتخصصة في علاج الحيوانات برضو مظهر من مظاهر الرفق بالحيوان في مصر مستشفى بروك دي مستشفى يعني قديمة وعظيمة وطبعا شيء جميل انها تروح تشوف كيف يعني نعتني بالحيوان وكيف نستطيع معالجته كل هذه الاشياء قدت للزيارة شكل طبيعي يعني ما كانتش زيارة بلاستيك ما كانتش زيارة مستمعة ما كانتش زيارة بس يعني يعني والي العهد البريطاني وزوجته جايين يتعملوا لا هي زيارة على الارض للتاريخ للشعب للناس شايفين هنا حسمعكم حتى الصوت اللي هو السبوع بتاعنا اسمع كلام امك واسمعش كلام ابوك وحلقاته وبرجالاته اللي هو جزء من والست سحيدة جدا انها بتشوف طباع هذا الشعب اصوله تقاليده التقاليد بتاعت الشعب نفسها وتفهم الناس دي بتعمل ايه وبتفكر في ايه كان شيء جميل زيارة منظمة بشكل زاكي جدا بشكل عائل بشكل مبهر طبعا زيارة الاثار سواء هنا او اثار اخرى اذا كانت في القصر او في اي مكان اخر هي اساسية هي مبهرة ولكن الشيء اللي انا عجبني انك زورت الناس زورت مكتبة اسكندرية زورت بيوت البشر زورت مستشفى لعلاج الحيوانات والرفق بالحيوان كل هذه الاشياء خلت في صورة جميلة يعني انت لما تتابع كل الصفحات الجرائد الانجليزية في حالة من حالات الطبيعية نسمع مع بعض ونوصل بسالة ان الفن ممكن يكون ادايا موسيقى موسيقى شكلنا حلو شكلنا جميل عايز اواري حضراتكو بعض الصور الثابتة لهذه الزيارة عشان تشوفوا الصورة بتدي انطباع يعني الانسان اغلب الناس اللي بتتفرج على النات او لسه الناس اللي بتتفرج اهو بص الصورة الثبت عاملة ازاي وانت واي في حضن الهرم بص الصورة تديك انطباع عاملة ازاي بص دي ابو الهول وطبعا يعني باكدروب زيان بقول لحضراتك خلفية يعني هتجيبها منين الراجل ده يعني دي الصورة اللي حيحطها عنده في الليفينج بعد كده مايرجع الليفينج ده يعني عنده ربعين ليفينج طبعا هيحط الصورة دي هرم بص الصور الثابتة اللي موجودة النهاردة ونازلة في كل المواقع كل واحد يفتح موقع انت بتفتح موقع مثلا السيانان بتفتح اللي بي بي سي بتفتح لي موند بتفتح في جارو اي ما بيبقى فيه صورة بتقراها مش بتقرا اللي تحتيها حتى انت بتشوف الصورة ده المين دول تاتشالف وكاميلا باركر بولز وايه ده دولفو ماش ايه ده وراه مابل هول يعني الصورة مش محتاجة كابشن مش محتاجة حاجة دكتب تحتها فيعني بصراحة حاجة تفرح النهاردة وانت بتتفرج على يعني العائلة الملكية وهي في مستشفى العناية بالحيوان اليوم وتصورت مع فريق العم قد ايه الناس دي زي ما هم رويلتي وزي ما هم ملكيين متوضعين جدا هم يعني بص المشهد بص بالليل بقى في الريسيبشن الهرم هو بينور حاجة بقى وبعد التطوير اللي عملته الدولة وبعد الحاجات اللي اتعملت وبعد التنظيف وبعد كل ده بقى بقيت حلم بقيت جميل عندك حاجة تقدر يعني ايه تبقى سعيد ان دي زيارة جابت نتيجة عظيمة وطبعا وطبعا هو موجود هنا سأل عن الاستدامة وسأل عن مؤتمر البيئة اللي هتعمل في شرم الشيخ ولحظار بعض المشاريع اللي هي قائمة على الاستدامة في الجامعة الامريكية في التحرير وشاف الرواد الاعمال وكل ده هو بيشوف شباب الراجل مش جاي يقعد في قتيل الراجل مش جاي يقعد في قصر الراجل جاي يرى ويسمع ويقابل ويوطد ويسيب انطباع جيد لدى الشعب المصري انه انا كنت موجود وسط الناس كنت موجود وسط الشباب بسمع عن مشاريعهم كنت موجود وسط الشعب بشوف افرحهم كنت موجود وسط الاثار بشهد ودي مش اول زيارة ليه طبعا دي مش اول زيارة ليه فالحضراتكم شايفينه ده هي دي السور التي تداولها العالم عشان تبقى عارف بس الزيارة دي جايز احنا هنا جوى مصر اه الامير شالز كان موجود وزاره مش عارفة وقد قابل وقد استقبل وغادر انما انا بوري حضرتك الازهر العظيم شيخ الازهر والجولة في اروقة ولما قابل الطلبة ولما قابل الدارسين البابا توضرس وزيارة للكنيسة كل هذه الاشياء طبعا كانت جميلة النهاردة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة